السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جينال اليوم شاء الله سنقدم لكم هذا الطبق اللي يجي رائع اللي هو كورة البطاطا بالسبانخ والجاج إذا نبدو على بركة الله لهذه الوصفة قديت مغسو التعجاج قطعته إلى شرائح ومبعد قطعته دي مغسو صغار ثم ديت حبة بصل ديت حبة بصل تكون متوسطة الحجم ثاني قطعتها دي غاز هنا ورابوها إذا هنا ندير المقلة فوق الغاز وندي زوج ملاعق كبار تازيت نديرهم فوق المقلة وندير البصل ونبدأ نقليه شوية ونبعد نزيد عليه لمخصوص تعلجاج نقليهم شوية ونبعد ندير شوية ملح شوية فلفل حمر وندير شوية فلفل كحل نقليه فوق المقلة ونضغطها ونزيدها على الجج نضيف مقلاوحة اخرى نضيف ملاعق تا زيت شوية تعتوم ونضيف كمية قليلة من السبانخ شوية ملح وشوية فلفل كحل ونضيف السبانخ يطيبه نضيف كمية قليلة في الخلف ونضيف جميع فلتحل وشوية ملح نحل الكورة و نضيف جاج و نضيف جاج و نضيف جاج و نضيف جاج و نضيف جاج. إذاً لنضيف جاج و نضيف جاج و نضيف جاج و نضيف جاج. نضيف ملعقة كبيرة من الدهان ونصف تحفالينها هنا لابيشامل نضيف ملعقة كبيرة من الدهان ونضيف نصف وللتر الحليب لغة والاقسة ننضيف ملعقة كبيرة وتضيف ملعقة كبيرة كبيرة ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة قمت بحطة حجورة من البيشاميل لتضربها في الجمهات مرةً وخمج يدعى لتضرب من قول البيشاميل بعدها تضرب نضربها في كلها تقوم بفوق البطاطا ومتضرب تقوم بحطة نقوم بحطة ومتضرب وتضرب من قليل وتتطغير نغطيها بالبشامل ومبعد نجيب فروماج غابي انا هنيا اتلزيت لاموزاريلا نديرها فوق البلا وندخلها لفوق. لفوق ما ندخل هاش بزاف ندخلها غير ابي بخي عشرة دقائق او ما بتون حمرها من الفوق شوفوا كيف هجت هاد البلا جا فريما رائع انا عجبني بزاف اللي بول هادو كي تحطوهم على كخيم دو فروماج يجو فريما بنين بزاف والا جا تريا كي تبغو تاكلوها جي فريما بنينة بزاف هاد البلا جاربوه غادي فريما ما تندموش عليه نجمو ترفضو شفية لاصوس تاع الفروماج اللي هي رابي شامل تكوبوها فوق هادوك اللي بول اذا هنه يراكم تشوفو كيف هجا يجي فريما طري ولي بول يجي فيهم الحشو هادا كتاعه يجي فريما بنين ان شاء الله هتجربو هاد البلا ويعجبكم ودر وكرا نخليكم على الازماج هادوهما التاليين قدي خليلكم كلكو فيديو فلافان لكان بغيتو تدخلو تشوفوهم ونقول لكم خليتكم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة